سينما الشويش راح نفسه عدد الافلام كل سيني بيسألوا هذا السؤال بالسبعينات كان اكتر من مئة فيلم هذا العام قديش 29 فيلم اللي عرضوا راح يعرضوا لناهاية العام هذا الرقم مش كتير بسيط لانه احنا زمن الكورونا طب لو بالسنوات الماضي شادي بالقياس قديش كان عدد انتاج الافلام العام الماضي مثلا كان 20 فيلم اللي قبله 30 اللي قبله 40 يعني متوسط اذا حكينا عن الافلام المميزة لهذا العام نشوف انه سيطرت الكوميديا من جديد بالمرتبة الاولى مضبوط فيلم حركة واكشن بس باقي الافلام الكوميديا عمليين هذا بعكس الواقع الاجتماعي في مصر محتاجين لكوميديا صحيح بعد الكورونا ظاهر الناس بدت تفرفح بالزبط ولكن نمبر ون العارف احمد عيز احمد عيز بالزبط العارف بكمل مسيرته مع النجاح بكمان فيلم بشبه افلامه السابقة العارفه رقم واحد جايب حوالي 60 مليون جنيه اها احمد عيز مفاكة مش كده انتي بتشتغل ضد بلدي انا بعمري ما اشتغلت ضد مصر الثاني الانس والنمس شادي اللي بيشهد عودة محمد هنيدي من جديد الى عالم النجومية والى الصف الاول صحيح والمسؤول كان عن هذا الاشي شريف عرفة المحرز شريف عرفة اللي في بداية الالفية الثالثة تعامل مع محمد هنيدي وعلى ولي الدين يعني هو مشجع لهذا الجيل ورجع محمد هنيدي من جديد الى الصف الاول معا كمان منا الشلابيز الانس والنمس فيلم محمد هنيدي اكتر من 58 مليون جنيه وزي ما حكيت مع شريف عرفة هو تعاون بالماضي بالالفين واربعة بيعفول السين العظيم بالزبط وانا ماما قالتلي من 300 سنة لما تشوفش هاوي تفع عليه انا رأي بقى ان انتو تلتحموا وتفتاكوا ببعض والرجالة دي تختافت انتو الاتنين بس زي الديوك واللي يخصر يستحمل لو انت عشلوه خسرت اشموح عصام لو خسرت يا اشموح تدخل الازازة ما تنطعش ولو انت خسرت يا عام شاوي يبقى سيدي الدائرة وخلصنا منك اتعو المعركة بقى المرتبة التالتي اه مش انا تامر حسني وهذا الفيلم رقم 13 بمسيرته الفنية لتامر حسني اللي حقق قديش هاي هذا العام 45 مليون مين معمو بهذا الفيلم معه طبعا حلا شيحة بهالفيلم اللي اثارت نجي بالزبط بعد ما اعلنت انه متدايق انه طلعوا لبرومو تاع الفيلم وهيك هذا ما دايق انه الفيلم ارادات عالي منذكر انه انجح افلام تامر حسني لحد اليوم هو البدلة 67 مليون والله انا مش عارف اشكرك ازاي طب احنا هنفضل نتكلم كده من الجرمان نشرب حالي ها تشرب ايه ها متشكر تشرب حالي ولا حبي ما بغزر معاك هو في ايه شنشرب حالي ولا تقومي تروحي بصورة احسن اوه اروح احسن مرتب الرابعة البعض لا يذهب للمأذون مرتين كريم عبدالعزيز وطبعا واضح انه معاكس لعنوان فيلم عاد الامام الشهير في التمانينيات صحيح 78 78 البعض يذهب للمأذون مرتين كريم عبدالعزيز مش نفس القصة بس نفس العنوان ولكن كوميدي كمان كوميدي بالفعل المرتب الرابعة ازان كريم عبدالعزيز بعد ما كنا نشوفه بالماضي بالمراتب الاولى طبعا ولكن مازال يعني انه باهتل بالزبط في المراتب الاولى تعالقول قدرت ازاي تجمع 23 زوجة فظل الحيمة بقت غالية غالية فكرتني بغالية غالية دي مرات الحداشر لا ده انت واضح ان البنجة عامل معاك دماغ عالية عالية ياه فكرتني بعالية عالية دي مرات اللي 12 انا استهل ضرب الجزمة لو فتحت موقع معك بكلمة تانية تانية ياه فكرتني بتانية تانية دي تبقى امراض التلتاشر يلا يا زويل ياه فكرتني بزويل مانو ده كمان زويل ده يبقى اخو امراض اللي 14 مرتب الخامسة وقفت رجالة من الافلام الكوميديه الحلوة بتجمع بيومي فؤاد ماجد الكدواني وامينة خليل اكتر من 25 مليون جنيه بالمرتب السادسة بنلتقي مع رامس جلال اللي بيستمر بتقديم الافلام الخفيفة الكوميديه احمد نوتردام اكتر من 19 مليون جنيه هي ايدك بتتراش كان لي ما هي لازم بتتراش ممكن بقى اتشرف معرفتك انا اسمي احمد احمد نوتردام مرتب السابعة موسى فيلم كريم محمود عبدالعزيز اللي اول مرة بنشوف البطل هو رابط ولكن هون شادي توقف عند اسمه كريم محمود عبدالعزيز لو شلنا محمود صار كريم عبدالعزيز زي النجم المشهور صح عصانيك في بلبلي بالظابط بس بحقيق نجاح حلو مش بطال بهالفلم حوالي 17 مليون جنيه مصري اهه اخراج بيتر ميمي بالمرتبة الثامنة ماكو بسمة ما توقع انه الفيم يحقيق نجاح كتير كبير خاصة انه معظم احداثه بأُماق البحر اكتر من 16 مليون جنيه المرتبة التاسعة كريم فاهمي ديدو اكتر من 14 مليون جنيه معظم الجمهور جمهور الاطفال بهالفلم كان والتأليف لنفس البطل عمليا كريم فهمي بالفعل من مرتبة العاشرة عروستي لأحمد حاتم أكتر من 12 مليون جنيه كمان بيستمر أحمد حاتم بتخديم الأفلام الرومانسية الكوميديه الخفيفة مع جميلة عوضة هالعام شكلك حلوة وانت مغموضة ثبوتي ساعة السفر يعني أنا أتلعب معي عروسة هذا التوب تن لهالعام غازي هيأنجح 10 أفلام بس طبعا كان فيه كمان أفلام حكينا 29-30 فيلم تم عرضهن هالعام من أبرزهن 200 جنيه طبعا اللي جمع كوكبة من النجوم والممثلين إسعاد يونس أحمد سقه هاني رمزي وآخرين إخراج محمد أمين فيلم متميز بحكي عن العملة 200 جنيه اللي بتنتقل من شخص إلى آخر وبالتالي احنا بنشوف عدة قصص في فيلم واحد نجاح مش بطال 8 مليون جنيه هالفيلم على ذكر هالفيلم تشارك فيه ليلة علوية اللي كان لها كمان فيلم تاني فيه نشاط مهم لليلة علوية هالسنة أماما حامل لأكتر من أربع مليون جنيه منشوف إنه دينا الشربيني بتحاول تخد تجربة البطولة بس بتفشل ما نحق فيلم هالثانية واحدة نجاح كتير كبير منشوف كمان تجارب مهمة أول بطولة لمحمد الشرنوبي هالفنان الممثل المغني بفرق خبرة آها تواجد ممنيح ليلو هل منقدر نقول نجاح ولا فشل؟ مش نجاح كتير كبير مقبول نجاح مقبول بآخر السنة بلشوا عدد كبير من الأفلام نذكر منهن برا المنهج لماجد الكدوان يوروبي ريتسا لمحمود حميدة وأحمد الفجاوي أبو صدام عملياً إخراج ندين خان بنت المخرج الكبير محمد خان صحيح بقوله إنه فيلم حلو محمد ممضوح بأول بطولة سينمائية له مع أحمد داش الفيلم تجول بعدة مهرجانات منها مهرجان قاهرة الأخير مربع برامودا مصطفى خاطر الكوميديان الجديد في بطولة مع روجينا كمان اللي غابت سنوات عن السينما وميشوف إنه بآخر السيني كمان رح يعرض فيلم الجريمة تاني أفلام الرقم واحد أحمد عز مع منا الشلبي ومجد الكدواني إخراج طبعاً الكبير شريف عرفة اللي عملياً مازال مستمر في العطاء وفي تواجده كمخرج كبير تواجد مهم لشريف عرفة ما أكتر من ناجم مع محمد نادي حكينا وهي الفيلم مع أحمد عز مع منا الشلبي ومجد الكدواني الأفلام كمان اللي رح تعرض بنهاية العام أمر 14 بيجمع مجموعة كبيرة ممثلين خالد النبوي غادة عادل وياسمين رئيس الكاهن كمان من الأفلام اللي بتجمع محمود حميدة وحسين فاني بالضبط حسين فهمي يعود إلى الشاشة من جديد بعام 2022 اعتدار دور السينما أفلام عديدي منذكورها على السريع العنكبوت لأحمد السقا من أجل زيكو لمن الشلبي وكريم محمود عبد العزيز طبعاً العنكبوت بيجمع من جديد أحمد السقا بمنزكي معهن ظافر العابدين تمسيح النيل كمان مصطفى خاطر وهنادي معنا واحنا بنشوف إنه مصطفى خاطر عملين ككوميديان موجود موجود بقوي بالضبط بالسينما بالضبط في أفلام بعدما عرضت جمهرياً بس عرضت بمعنزونات منها فيلم سعاد لأيتان أمير وطبعاً الفيلم الرائع بنظر فيلم ريش لعمر الزهيري المخرج الجديد هجموا وعمل ضج كبير عملياً للإجابة والسلب نحكي شوي عن الفيلم هذا طبعاً فكرة غريبة نقول خيالية خيالية رجل اللي بديعمل عيد ميلاد لابنه فبيجيب ساحر والساحر بيحول الأب بلا جاجي وبحاول يرجع لبن آدم من أول أبو جديد ما بيقدر بتعتمد الزوجة على نفسها فالزوجة قدامها جاجي وبتعتقد أن هذا زوجة يعني في النهاية يعني تلاقي جوزة لكن بيكون بحالة كومة فعنده زوج بحالة كومة وعنده جاجي شو بتعمل؟ احضروا الفيلم هذا ريش عمر الزهيري طبعاً نحكي كمان ليش هجموا وليش تهموا أنه بيسيق لسمعة مصر وكأنه أرجع يعني فقر وأرجع وكأنه الفقر غير موجود في مصر أو مش موجود في أي دول بالعالم بأي دول بالعالم في فقر فهو اختار هاي العيل اللي بتعاني اللي بتسكن حد مصنع واللي بالقوة بتدبر حالة والمرأة بعد اختفاء زوجة لا بتقدر تشتغل ولا بتقدر تعيش أولادها فموجودة دا الواقع لازم نشوف حل المشكلة دي اشتغل بالأضافة وأمانة والتزاب وما تدخليش في ملكيش فيه قبل ما نختم العام نحكي شوي عن وفيات كتير فنانين رحلوا عن علامنا هالعام نبلش طبعا بسامير غانم سامير غانم أبرز الأسماء ولحقته دلالة عبدالعزيز اللي عمليا عمله ضج كبير بوجود بحياته وبوفاته أيضا نازلت عليهن كتير كتير ليش رأيك؟ وكأنه أصلى رومانسية يعني دلالة عبدالعزيز كتير حبت سامير غانم وعاشت عشانه ولما مات لحقته فكتير يعني مؤثر ونذكر أنه هو بعشرين أيار توفى عن عمر 24 سنة أما دلالة عبدالعزيز فتوفت بعد 15 شهر بسبع قاب سبع قاب 2021 61 سنة كان عمره من الفنانين اللي توفوا من الكورونا نتيجة الكورونا يوسف شعبان 90 سنة ومن الوفيات اللي عملت ضرج كبير سوهر البابلي طبعا ملكة الكوميديا في المصرح والمصرح بالضبط هذه الجيار كمان رحل عن علامنا هل ممثل ممكن كتار ما بعرفه بسهول يشارك بمدرسة المشاغبين بالضبط وفي عنا وحيد حامد السيناريست الكبير نسئول عن عدد كبير كبير من الأفلام نذكر منها زوجة رجل مهم شو كمان كتير عندك الغول طبعا لعادي الإمام كتير مع عادي الإمام عم اشتغل عزة العليلي كمان عزة العليلي وفي عنا المطرب أو مغني لنشهر في التمانينات لولاكي أغنية لولاكي علي حميدة كمان رحال عن علامنا صحيح هو اللي عب بطولة الفيلم اللي كان اسمه لولاكي مع معالي زايد بالضبط اللي عملوه في أعقاب نجاح الأغني لولاكي نعم أنجح فيلم غازي والله بختار فيلم ريش لعمر الزهيري رغم منه هجموه بتوقع عنه هالمخرج يكون يعني الوجود قوي وفيه أشخاص بقولوا عنه رح يكون خليفة يوسف شهين في السينما المصرية لهالدرجة لهالدرجة يعني بتنصحنا بمشاهدة الفيلم وأفلامه مستقبلا لعمر الزهيري حلو أنا بدأروح على فيلم كوميدي اللي هو اللي هو وقفة رجالة شكرا غازي أبو بكر العفو شادي بلان إلى اللقاء أملت إلى عام القادم إلى اللقاء باي 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 شكرا غازي أبو باي البحي ideologي شكرا غازي أبو باي 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 او من اللقاء اء من اللقاء شكرا غازي ابرز لا يعني دي BAR زوجية ابو باي 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 إعن باي 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 ربي ريسيطانة